الشهرة عملت لك مشاكل يعني خسرت ناس بعد ما تشهرت يعني أكيد برضو الواحد في حياته بيبقى فيه جزئين كده جزء وهو مش معروف وليه كوميونيتي وصحاب وجران و بعد كده لما بيتعرف بيبدأ فيه نسبة نفسنا أو ناس بتقع مننا أكيد ده بيحصل طبعاً فيه كتير حصل يعني فيه ناس مثلاً قبل ما بتبقى أنت معروف بتبقى مش أنت مش مهم بالنسبة لها بعد ما عرفت تعرفت شوية أو نجحت حبتين بتاعيك تبقى عايزة تبقى جنبك وأنت ليه ما بتسألش أما أنت أصلاً متسألش من الأول انت مش موجود أصلاً انت مش موجود أساساً من زمان فموضوع الشهرة ده أول أنا اتعرفت طبعاً يعني أكيد ده وفيه ناس يعرفتك عشان انت معروف جداد ما عدوش معاك ده جداد دول أه دول عارفوك عشان انت بيترميش أكيد فلما بيحصل أزمة ما بتلاقهمش معاك فبيبانوا طبعاً بيحصل أزمة عندك يعني في حياتك فريقاً فاكر موقف حصل لك من حد من صحابك كان مش لطيف أو يعني يعني أنا أذكر كان فيه أزمة عندي من سنتين كده كان فيه واحد صاحبي على طول معايا جنبي على طول يعني أول واحد ما شفتهش فيها هو شفتك ليه؟ يعني لأن الموقف بدأني يعني كنت كان صاحبي ليه؟ ليه هو أعمل كده؟ يعني أكيد تربية وأخلاق وعيلة أصو خلي بقى لك أولاد الناس مش فلوس عشان عندي عربية إيه وساكم فيه ومعايا فلوس أولاد الناس تربية أولاد الناس بقى أخلاق بقى ورجولة وجدعانة وضح تفاصيل كتير هي مكنتش عنده أنا بس ما كنتش شايفها إيه اللي كان هيدوره لو كان سأل يعني أو كان مستني لك إن يحصل لك مشكلة أو ده لا لا هو ما أنا بقولك هو الموضوع بيبقى يعني هو كده يعني هو ما ترباش إن هو يبقى يعني يبقى جدع يبقى جدع وقف جنب صحابه اللي بقى فيه عنده مشكلة أو إحنا تربينا كده بس أنا أنا بصراحة ما تربي أمي ربيتني كويس أو أبوي يعني إن لما يبقى عندي حد من صحابه عنده مشكلة أو مثلا محتاجني لازم يكون معايا ما ليه صحاب؟ صحاب في الفرح بس والهق ومق وكده ما تصوروا كده لا مش كده إحنا بس إحنا صحاب في كل حاجة طب اتعرفت بموراتك إزاي؟ والجواز جزائي والحب جزائي أنا عارف إن إنتوا قصة بص تعرفت على عشرين سنة ألفين شهر 11 أربعتاشر حداشر ألفين وسابعة بالزبط جده تفاكر أنا ألفين وسابعة ألفين وسابعة بعد ما غنيت بسنة بالزبط تعرفت عليها وأنا واقف مع ما يكسب في الشارع يعني ما يكسب كتوش الخيط أه واقف معها بسلم عليها زي كمية عاملة إيه؟ وبتقول لي ألبومك ما شاء الله مكسر الدنيا كان أول ألبوم حبيل أولاني وما شاء الله عليه كونجحته بتاع ربنا وفقك أنت بتستاهل وبنتكلم في الحت دي يعني وبعدين لقيت واحدة صاحبتها وقفة جنبها كده واخدتش بالي منها شكلها عجبني كده أنا الأول بالشكل خطب بالشكل بيعجبني أولا لازم ومش أجلب عليك يا أجلب عليك موسيقى